اشتركوا في القناة على مستوى الوطن العربي وهذه الانجازات التي تقدم وترفع اسم الكويت في المحافل الدولية والعالمية والتي من شأنها أن تجعل الشباب يتشجع نحو إصدار كثير من الاختراعات العالمية اليوم سنتحدث عن بعض الانجازات الكويتية الخاصة في الجانب البيئي ضيفنا العزيز الأستاذ بسام نرجيب مخترع وحاصل على الجائزة الذهبية بمعرض الاختراع الكويتي ابو عبدالله حياك الله معنا الله حياك استاذ يعني سعداء بالتواصل اليوم وياك بهذه الأمسية أنا سعد الشباب واليوم يعني بنتكلم على جانب الاختراع اللي قدمته وشاركت فيه خصوصا في المعرض الأخير معرض الاختراع الكويتي أود أن تكلم في البداية عن معرض الاختراع الكويتي وعن مشاركتك بشنو شاركت؟ بسم الله الرحمن الرحيم وشي أشكركم على الاستاذافة وهذه مغاربة عليكم صاحب مكامة عبدالله يطول أمرك أشكور هي المشاركة هذا المعرض الدولي الثامن في الشرق الأوسط اللي قام في الكويت ومشاء الله الجماعة في النهاد العلمي سنة عن سنة قاعد يزيد زهول الاحتفالية هذه أو المناسبة نعم لغاية ما حاليا يصنفون بالمرتبة الثانية بعد معرض جنيه تمام من ناحية طبعا المصروفات والميزانيات المصروفة على المعرض المعرض هو ملتقى بين المخترعين والتجارة أو الاستثماري أو الاستثماري يعني الملتقى الاستثماري بنفس الوقت تقدم فيه جوائز دولية من حكام لجان دولية هذه ثاني مشاركة لي في المعرض يعني كانت الأولى في ألمانيا في 2012 وبفضل الله حزت على المدالة فضية ما شاء الله رفعنا على من الكويت هناك الحمد لله قلت أنا في بداية نرفع اسم الكويت من الحمد لله وليه هذه إحدى المشاركات نعم الحمد لله هذه المشاركة الثانية لي في الكويت وأخذت فيها المدالية الذهبية وأخذت في جوائز مؤسس كويت تقدم العلمي أخذت المركز الثاني نعم بو عبدالله خم تكلم عن طبيعة الاختراع اللي شاركت فيه به المعرض الاختراع اللي سلمك هو عبارة عن في مشكلة عنهم منها هالي أصحاب السفن والمراكب نعم لما ترسو السفن والمراكب في المراسي نعم المدة من ثلاثة أيام ما تحرك ليسبوعين تبدأ تشكى طبغة فطرية الفطريات البحرية صحيح اللي هي بعد فترة تنوي نحن نسميها النو وهنا من نوع الفطريات يتحجر الطرق المتعرف عليها العالمية أنهم يطلعون السفينة التنظف بالإيد وتنسبغ مرة ثانية أو القارب يعني أنه يطلع بر المرسى يأخذ من ثلاثة أيام وإسبوع السفينة تأخذ لها أسبوع أو أسبوعين عشان تنظف هذا كل استهلاك الوقت والجهد وال والمانضي بالضبط طلعوا طرق جديدة أنهم يرفعون الطراد بسطة مثل كرين كرين نافية وهو مو كرين وهو مو كرين يسلمك نفس الطفحيات نسميه مثل الأمنية الدراما تعويم الطراد فترتفع السفينة بالضبط طراد يرتفع بس ليس كل حجام يعني لا يتحمل كل حجام مكلفة جدا فوق ستالاف بداية الأسعار فوق ستالاف دينار اللي اللي سويته أنا طبعا هذا الحين حضرتك هذا المشكلة شرحت المشكلة مرة ثانية نقول حقا سادة المشاهدين بأن المشكلة اللي أنت قدمت فيها الاختراع هي مشكلة السفن اللي تكون عليها الطبقة الفطرية الأشبهة بالصخور بعد مدة ويصعب إزالتها وعلى شان يشيلها واحد من الاثنين أما أنه يطلعها برة ويرد يشيل ويصبح مرة ثانية مكلف ووقت وكل أسبوعين تعالي ستالحركة صحيح أو إنه يحط الطفاحيات بالتحت حتى ترتفع السفينة وهذه الحركة مو كل السفن قادرة على استيعابها بضع بضع فجأت باختراع في بعض الحلول هم في حلول إضافية يقول لك نحط موجات كهرمغناطيسية نعم ونحط مثلا ذبذبات كهرباء كل هالحلول موقتة وقتية تكاتفة وقتية نعم ومكلفة هم رد نقول مكلفة اللي قدمتها بالمعرض اللي قدمتها استخدام فقاعات الهوى في غربلة المياه الراكدة من تحت السفن المراسل نعم بس مجرد استخدام فقاعات الهوى أنا غرب الماء اللي راكد تحت السفن بتائمر معين يشتغل كل ست ساعات دقيقة ونص أو كل ست ساعات دقيقة على حسب تصميم المرسا تمام بالتالي أنا غضيتها المشكلة لأن أنا قاعد أستخدم هوا طبيعي داخل داخل المرسا أنا عاشت شوية حركت الفطريات اللي ممكن تتشكل أنا منحة إن شاء الله الجهاز سيمنحها من الاتصاق يعني طيب أتفضل ككمل العملية هذه إذا الناس أو الجماعي يبوني تأكدون شوف حضرتك حمام السباحة إذا ما تنظف يتكون عليه فطريات بالضبط ما عندنا نحية الفوتر تلقى مضيف منضيف صحيح لأن الفطريات هذه أي شيء متحرك تلقى يمكن أن أنظف شوية بضفط نعم وأنا سألت واحد من الشباب بعد كيميائي فقال لي هي عدوها على قوتها الأكسجين عدو هذا الفطريات الأكسجين فأنا قاعدك هو عادي يعني نعم هذا هو الافتراء هذا هو جربتها بو عبد الله هل جربتها على إحدى السفون اللي يعني واقفة لمدة سبوعين وبالقرب منها سفينة واقفة بنفس المدة هذه تحتها فقعات هذه ما عليها فقعات هني ما تشكل هني تشكل هي الله سلمك هي النظرية لازم تطبق أول عشان تدخل في مجال التصنيع ما طبقتها حاليا قاعدين نطبقها مع المركز إن شاء الله نعم وتعاون مع الأخوان في مركز سبوع الأحمد اللي أنا أساسا برعايتهم وبدعمهم نعم لازم في تجارب لازم استعين بخصائيين كيميائيين لازم يكونوا معي فيزيائيين لازم يكون معي نشوف العوامل الفيزيائية اللي تأثر على التجربة العوامل كيميائية اللي ممكن تأثر على التفاعلات اللي تسيروا تشكيل المواد حتى على القارض بالضبط الآن السؤال يطرح نفسي يعني بعد ما شاركت بالمعرض أكيد كان هناك ردة تفاعل من قبل المشاركين الزوار صحيح شونا ردة تفاعلهم طبعا بعد ما شافوا خصوصا رواد البحر أي الكل الحقيقة اللي تفاعل كانت وايد مشجع يعني حل بسير ولكن فعلان جبار الليوني يعني أمان الليوني وشافوا الاختراع وهتموا في أكثر من الليوني بألمانيا نعم واسألوا عنها نعم حكم طبيعة البيئة البحرية حكم طبيعة البيئة البحرية ما شاء الله هو ترى حتى شكل المجسم يجذب شوي للسنة الثامنة على التوالي أطلق النادي العلم الكويتي المعرض الدولي للاختراعات في الشرق الأوسط شهد مشاركة نخبة من المخترعين والمستثمرين والباحثين في الميدان العلمي من قارات العالم الذين عرضوا آخر ما توصلت إليه إبداعاتهم من اختراعات شملت جوانب الحياة الإنسانية كلها وحاولت عبر تقنيات جديدة أن تجد حلولا ناجعة لمشكلات إنسانية كثيرة وكان للمبدعين والمخترعين الكويتيين بصمة واضحة في المعرض الدولي للاختراعات في الشرق الأوسط حيث قدموا مجموعة من الأجهزة التي نالت شهادات في براءات الاختراع وحصل مبدعها على جائزات ذهبية أثبتت أن العقل الكويتي إذا ما توافرت له ظروف المناسبة الداعمة قادر على الإبداع والاختراع وتحقيق الذهب في المحافل المحلية والدولية رجعنا مشاهديننا من بعد هذا التقرير مستمرين معكم في برنامج سلام كويت وشاهدنا مع بعض هذا التقرير اللي تحدث عن هذا المشروع ولكن الآن تعريف الجهاز نعم لنعرف لأستاذ المشاهدين اسم الجهاز وأهم مميزاتها جهاز مانع لتصاق العوالغ الفطرية البحرية من على الأجسام الغادسة في السفن والمراكب مرة أحدين أن تقول اسم هو طويل مانع تصاق العوالغ الفطرية البحرية من على الأجسام الغادسة في السفن والمراكب تمام لازم يكون العناوين أغلب الاختراعات تكون بالتفصيل يعني نعم بعد ذا يأخذ للاسم التجاري ويمكن يصير لاسم تجاري عاده يختصر كل شيء تمام. أهم مميزاته؟ أهم مميزاته هو استخدام يعني ما يستخدم مواد كيميائية في عمله يوفر الوقت على المستهلك يوفر الجهد ويوفر المال يحافظ على سلامة الطرارد والسفن لأن هذه أصلا تتلف حتى المحركات صحيح أهم مميزاته أنه بيئي من البيئة إلى البيئة لا يضر حتى حتى لا يضر حتى مستقبلنا سيكون على الطاقة الشبسية حين التجارب ستكون على الكهرباء بعدين إن شاء الله إذا الله وفر هذا ما أنا أعصر عنه ماذا نعمل؟ أين تكون مثلا التمديدات أين تكون الأماكن تطلع الفقاعات الهوائية هل سيكون هناك نسبة من الهوائي طريقة شغلة شلون؟ أنا مبدئيا يجب أن أعمل بكل قوتي بكل قوة الجهاز بأقوى طاقة تشغيلي أو بأقوى طاقة هوا أقدر أطلعها بأقوى فتحات بأكبر فتحات بالضغط اللي أقدر عليه عشان أثبت النظرية أو أثبتت النظرية بلسا أن نبدأ يعد ندرج بالتخفيف تبدأ يعد الجماعة المختصين وإن شاء الله راح يتابعون إياي موضوع يعني موضوع أن نحن تقصر على المستويات كلها ضغط الهواء تقصر على ضغط الكهرباء تخفف شوية من يعني تزخر فتحات هناك تفاصيل دقيقة في الشغل راح كنوا متابعون إياي فيها نحن نلقع نشوفها الآن هو البناء الأولي للجهاز اللي ساويته صحيح؟ ايه هذا التبب وطبقت عليه طبعا طبقت عليه البناء الأولي اشتغلت طبقت شيء ولا لانه هي مجرد فكرة نظرية علمية اللي تطبقت ايه إن شاء الله بلشنا عملي نعم مع الخون في المركز بلشنا بناحية عملية من مواد مواد متوفرة بالسوق بس ما راح تكون هذا المصنعية هذا النموذج الأولي بروتوتيب اللي يصنع نعم أول أنا بس خنا أوضح سير الاختراعات شونه سير في المركز يا رايت البراءات الاختراع عشان تحصل عليها لازم تطرح الفكرة بعد ما تسوي بحث عنها تطلح تنطرح في المركز عندهم في مكتب الاختراعات أهم يقومون ويسوون سيرت عن الموضوع إذا ما لقوا شبيه يرسلون أوراق إلى أمريكا نعم إذا لقوا شبيه لازم تسوي مقارنات أنا الفترة هذه خذت لها تقريبا ثمانتشر علشان بس تفاضل انت بين الجهزة الموجودة إذا كانت موجودة ويطلق السيريال نمبر أو الروم تسلسلي حق الاختراع نعم بعدها شي اللي يصير تأخذ لها تقريبا فترة سنة يعني سنة ونص عشان تأخذ الشهادة من أمريكا تمام المركز كان يقيم مدى جودة المشروع أو قابلية التصنيع أو التسويق مؤخرا تعاونوا مع شركة بابريكا هي اللي تقيم وهي اللي تحدد مدى جدوى أو فاعلة المشروع ومدى خياج السوق لهذا المنتج بضبط سينجح ويكون فيه مردود بالجانب المبيعات أو لا بضبط تمام فمبدئيا أنا الليل حين أوراقي بين البنين لازم أطبق النظرية عشان نشوف شاء الله يكتب إن شاء الله خطوات لهاية ما أخذت براءة اختراع لا لا البراء موجودة لسا موجودة موجودة باسمك وعشان تحرمت حقوقك بالضبط بس أنا لازم أطبق النظرية أن شغلي ضبط 100% علشان ندخل في المرحلة اللي وراها اللي هي مرحلة التطوير التطوير الفعلي والعملي على أرض الواقع نعم التطوير بعدين التصنيع تمام سيكون طبعا في تطبيق سيكون في مراقبة سيتخضع السفينة التي تقومون تجربة عليها على مراقبة لمدة أكثر من شهر إلى شهرين صحيح وبالمقابل سيكون في سفينة ما طبقت عليها النظرية وأيضا قسون عليها صحيح طيب المراجع والمصادر على شنو كنت تعتمدون المصادر شنو يعني شخصيا لك على المستوى الشخصي شخصيا لازم أدير الشغل يعني أنت تدير الشغل بس أنت قدمت الفكرة المراجع التي اعتمدت عليها المعلومات التي حصلت عليها الأفكار التي يبتأ كل واحد التأكيد أنك تأكدت أنه فعلا حركة الأكسجين ما تحت الماء اللي بتطلع الفقاعات صحيح ستلغي عملية الفطريات الموجودة من وين حصلت على المكملة هائل من المعلومات نحن إن شاء الله في الكويت ترى عندنا طاقات وعندنا ناس يعني ما تتخيلهم إن شاء الله من العقليات نعم فأنا بداية المشروع أنا أنا أقول لك موضوع سرية في المشاريع أنا لم أسأل مثلا فني خل نقول فني كهرباء نعم أنا سألها في الجانب بالكهربائي ما سألها عن المشروع كله شنو راح يسوي شنو ما يسوي تسألها شيفينك بالجانب بالضبط نعم لقيت من الطاقات الشبابية مفادني أكثر من عمالي المختصين في الشغل نفسه نعم ما دالك فيتك بس بالجانب بالكهربائي يفادك بالكهربائي وبعض الناس ما شاء الله ثقيا عندما تقول لك أنا فعلا أنا عندي المشروع الفلاني وسوي ويضيف عليك يقول لك لا تستخدم المواد الفلانية تصدي لا تستخدم مرنة تنكسر هذه المراجع التي أنا أستخدم كلها من معارف طيب هذا شيء يعني إندلف إنما يدل على أن اللي معاقع يساعدونك هذا شيء إيجابي أنا منستمر معاك عندي بعد أيضا مجموعة من المحاور لكن نوقف شوي بريك نرجع أن تواصل معاك مرة خانية واصل ونعود نتواصل وياكم ما جديد